السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر مهار كبير هدي سيدي الفاضل وحق الله العزيز لا إله إلا الله مرين يا مرحبا بك لله الله يجزيك بخير يا أستاذ الفاضل يا طيب يا طيب أكرمك الله لله وردتي وقصما بالله إلى هذي عام تنتصل بكم الله أكبر وكامل يقول يا ربي لكنت راضعية يا ربي لما تهلي في استثال معه لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرفع مقامك وحق الله للعزيز والفضل في الحياة ديالي والفضل كلك يرجع لك يا طيب يا رائع قصما بالله أستفر الله الله يرفع مقامك وحق الله دكتور اللي درت على الاكتئاب ولا نكش كامل دكتور اللي قلت قصما بالله ما أنا دوته لا إله إلا الله والشي ما ما كتل خير لا في طبيب نفساني ولا في تواحد يكتل خير لي شاء القادر لا إله إلا الله 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 إلا الله حفظ بخير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رحمة يا رحمة الله أكبر لا إله إلا الله يا رحمة 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 يا رب يا رحمان يا رحمان بإمه الله دكتور دكشي اللي قلتين هل يقضوا محاولي قديم اكتئك ودمتنى يرجع لزرة ويرجع للاعباد دكشي اللي بات انا ورحمة الله وشكرته وخرجت له هذه الحالة دكشي اللي كتقول تنتبعه دكشي اللي كتقول تنديره وليك شي اللي كتقول تنديره وقام قراء القرآن تم قيم النايل هذه التسنين دكتور عمر مان يكون تنقيم اللي إذا المظلم على الجوج نرجع مع السمع الرضعة كيبقى ديك ساعات الفجار ما بقيتش نزير ديك القرية والليك تنوض بساعة ثانية ونص وتنصر لي الفجار وتنصر فتوليداتي لمدرسة ما تنرجع شلان عاد الله يخليهم لك يا رب يخليك يا دكتور ويخلي لك ولداتك يا دكتور ويوقف معكم وهم يجعل الله سبحانه وتعالى يجعلك في المقام العالي للجنة يا رب يا رب وجميع المسلمين والمسلمات الله يحفظك للا شكرا لك أم ريان الله أكبر يا ربي الله يفسح لك أبواب الفراج وأبواب الخير يا رب يا دكتور دعواتك ويجعلك بخير على الرسل العين للأم أيم شكرا لك أم ريان شكرا لك شكرا الكبير وتحية لكل الساكنة دي الإقليم بوجدور أم ريان أولا أريد أن أبشرك بإذن الله تعالى بأن ما غدي يكون إلا الخير علاش اسمي يد الريان ريان وهو باب من أبواب الجنة والجنة لها تمانية أبواب منها باب الريان خاص بالصائمين را ليس عابة ولا غير صدفة سميت ابنك ريان سميته لأنك إن شاء الله أنت ومن معك غدي يكون إن شاء الله من الداخلين من باب الريان اللي هو باب الصائمين بإذن الله الواحد الأحد لأن أم ريان هذا الشيء اللي أقالك هو ما يسمى بالابتلاء عندنا في الحياة ربي عز وجل وضعنا واحد المنطق اسمه ابتلاء سنة الابتلاء كل واحد منها ليأخذ النصب دياله إذا نظرنا إلى النعم الإلهية ليعطانا مولانا كثيرة لا تعدوا لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وفي قراءة وآتاكم من كل ما سألتموه النعم كثيرة ولكن الابتلاء كذير أشوية ولنبلونكم بشيء أشوية الابتلاء أشوية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين القضية كلها للا أمريان سيناريو خلقه الحق سبحانه وتعالى وهو يتنزف ملكه لكي يتبين المؤمن الصادق من المؤمن المتدبدب من الإنسان الذي لا دين له ولا ذمة له الله تعالى يريد أن يقيم الحجة على كل واحد منا حينما يوضع في الاختبار واشغ ينجح أو لن ينجح وعلى قدر البلاء على قدر الجزاء كل واحد منا كيصابوا الابتلاء في جانب هناك من أصابه الابتلاء بالمرض نسأل الله السلام والعافية ناس عندهم أمراض كيه اللي عنده سرطان كيه اللي عنده الله حفظ نوائيكم أشياء أمراض غريبة لداني ذكرها إذا شفتي كتقول أنا أحمد كيار بوشكرتك من المتعتيني بالصحة والعافية كيه اللي أعطاه الله تعالى إحاقها كتقول أحمد كيار بوشكرتك أنا ما أعطيتيني ابتلاء في الصحة وكي الله حفظ نوائيكم أعطى الله ابتلاء فين؟ في المال ما عنده مال كتلقى ديما فقير أو كتلقى عنده ديون ومتابع ومهدد وبالليل هم وبالنهار ظل وكيه اللي أعطاه الله ابتلاء عدب إنجاب فكي ما كيولدش وكيبقى دائما كيجري سنين طويلة وكيه اللي أعطى الله ابتلاء أولاد ولدهم وكيعدبوه أولاد كيمحنوه وكيه اللي أصلا ما عطاش الله قاع الزوج سنوات طويلة وكيقولوا ما شنا عندي إتيقاف ولا عندي سحر ولا عندي موانع ولا عكوسات الله أعلم ما مزوج وكيه اللي أعطى الله تعالى عدم علم ما قراش ما فاهمش أشي يوقع في الوجود وكيه اللي أعطى الله علم شقي ذاك العلم دياله عوض ما يكون له نور وضياء وذاك العلم في شقاء نفسه وهكذا الحياة الدنيا فيها ابتلاءات متعددة من أخطر ابتلاءات فقدان الأولاد أخطر ابتلاء أنك لما كتفقد الأولاد ديالك والابتلاءات بعضها فوق بعض ولكن أخطر بلاء وهو حينما يمتحنك الله في العقيدة وفي الدين إلا تعلق الأمر بالدنيا كيف والو لأن كلها لا تساوي شيئا أخطر ابتلاء يفوت غا يفوت يقولون للناس في الثقافة الشعبية تفوت غا الراس و تجي في المجات لا ما شهده والصواب تفوت غا الدين و تجي في المجات حتى جات في الراس و كان الدين متشهيدا و تبعت يوم القيامة ملبيا ولكن تفوت غير الدين الدين هو الأساس و هو راس المال الناس الذي يعطيك كل شيء و يدي منك الدين ضيعك ضيعا خطيرا لأن الضيع الأبدي اللي ضعت في الدنيا نعوضها لأن أم ريان هاتش اللي وقع لك من ذاك الحالة دي الاكتئاب رها عوامل متراكمة من جهة كانت عندك وسوسة هذك الوسوسة كانت جرك الماضي اقطعي حبل التفكير عن الماضي الماضي ولا و أدبر احنا ولد اليوم ربنا عز وجل يقول في كتاب العزيز كل يوم هو في شأن يعني جدد حياتك كل يوم مثال ماضي ديالك اقطع التفكير إلا كان شيء ماضي جميل ماضي مبعث للإفتخار ماضي مبعث للاعتزاز نذكروا الماضي ديالنا نحن نذكر الماضي ديال الوطن نقول المسيرة الخضراء المدفرة عيد الاستقلال عيد كده بجموعة ذكريات جميلة وذكرهم بأيام الله حتى في الحياة الأفراد عدنا لحظات جميلة نذكرها أيام الدراسة أيام النجاح أيام الزواج أيام مولود جديد لما كنا مجتمعين عائلة صغرى اتفكروا الأيام الجميلة لكن إياك التفكر الماضي السيء اقطع حبل التفكير وانساه إلى الأبد لأنه انتهى واندتر ما لأنك يدخل أول ما يدخل الاكتئاب ثم لا تستسلم إلى وسوسة إبليس وكي يجي عند كل واحد منا وكي يقول له كين وكين 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 يخلق لك مشكلة من لا شيء وكي تبقى تدور في واحد دائرة مغلقة أنه يخليك تفكر في قضية محددة الناس اللي عندهم اكتئاب وكي تفكره في قضية محددة واحد زوج منزح لي زواجه وكي يقول له علاش يا ربي أعطتني هاد النصيب كي بقى يدور في دائرة على الزوج هاد النصيب اللي اطلقت معاه وكي بقى دائما كيفكرت لك تصبك تئاب أو ربما تخلي واحد العمل وذلك العمل رزقه قليل وتعبه كثير كتلقى كيفكر علاش أنا هاد العمل كلي غزكم واحد السكنة ما عجباتوش يا ربي عايش اخترت لي هاد السكنة بهاد الشكل في هاد الحي مع هاد الناس كي بقى دائما فكرة واحدة محورية كي يدور حولها يفكر اليوم وغدا وكي يجي إبليس وكي يبلغي العجوب العاقل هو من يفكر فواله ما نفكرنا لا في الخدمة ولا في سكنة ولا في العائلة كنت تفكر في الله غادي الحياة غادي مهرول غادي يزيد القدام ما تبقىش تفكر علاش وكيفاش لذا الصالحون قال لك لا تقول كيف ولا لما جرى وكيف جرى ولكن قل ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن انتهى ما تبقىش تفكر سير احنا خدامين غادي مهرول غادي كل يوم هو في شأن يعني جدد حياتك كل يوم ثم اتلقى مع الصالحين عندك الصحبة الانسان ضعيف بنفسه قوي باخوته عامل الصحبة هادي مهم في الديم علاش ربي عز وجل شارع لنا الصلاوات والعبادات في صغة الجماعة علاش في الدعاء الفاتحة نقولوا اهدنا الصراط المستقيم لا نقولوا اهدني نقولوا اهدنا صغة الجماعة لانا احنا اجتماعيين بطبعينا دي ما قصد تقلب للجماعة شي صحبة طيبة اما من الجيران اما من العائلة اما من النساب اما اصدقاء العمل دي ما نقلب للجماعة اه نضحكوه نجتمعوه ننتحاوروه نتخاصموه وجنوده والله هو مصحابه كل نهار كي وسوس له كين وكين وكين كيتغطى في المنطة كيتفدو كيسحب راسو بوحده ماش بوحدك غيجى عندك ابليس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هنا الانسان كيقبل على العبادات العبادات ارى ما شي تكاليف شرعية فيها تقل على النفس العبادات هي دواء هو نور ومنافذ لاستقبال النور الالهي ملك يجي وقت الصلاة تتسمع الاذان ما معنى الاذان يعني فتحة الابواب يا عباد الله لقد فتح الله النوافذ والابواب لاستقبال النور شكري بغي ياخد نور الالهي كين ذاك المؤمن الصادق راك يتوضه وكيشمر على سعيده وكيمشي للجامع ويستقبل نور الالهي مع المؤمنين وكين ذاك المتكاسر وقامل بعد وبشوية وتنكمل هاد الخدمة عمرا ما قد سالي وكيسلي ولا يبقى له إلا الفتات وكين ما كيسليش أصلا ولا يستقبل أي نور وكيكون مستعد وكيكون مهيئ لكل أنواع الدمار والخرب من يسمعون العبادة وقت الآدام ما معنى حي على الصلاة حي على الفلح معنى ربي عز وجل لا يفتحوا الأبواب والنوافذ يقول لك يا عباد الله ربنا سوف يوزع النور الالهي استقبلوه يلا هيا من أراد أن يشكري أش كتاخدك الساعة الطاقة الإيجابية كتاخد النور الإلهي كتاخد الإنشراح في الصدر ثم فوق هذا الأجر والتواب والقبول في الأرض والسماء يعطيك الله القبول في الأرض والسماء ولك تمواضب عليها ربنا عز وجل فيه واحد صفة اسمها الحياء الله حيي يكون عندك واحد القدر في حدة فيستحي مولانا ويقول يا ملائكتي اكتبوا لعبدي قدرا خفيف ما تكتبوا لي قدر في حدة غد غد مثلا مكتوب لك غد الأكسيدون مثلا غد في الطريق حديدة سير مكتوب لك غديرها لكن لما تصلي لله تعالى وتضع جبهتك وأنفك في التراب وتنادي يا مولاي ارحمني واغفر لي وأكرمني ربنا عز وجل ليستحيي ويقول يا ملائكتي غدا عبدي سوف يرتكب حادثة اكتبوها له لطيفة فكتم غد انت في الحادثة من اللي كتجي كتجي لطيفة جدا كتجي لطيفة سهلة مهلة كيوقع غير واحد الخادش بسيط ربما غد دير الكوستة غد تدس في التأمين غد يردو لك الأضعاف المضاعفة اللي خسرتي غد تكون ربحتي عوض أن يكون ضرار غد يكون نفع وهكذا قس على ذلك فيما كانت تشد من الشدائر غد توقع وغد توقع ربنا عز وجل لينادي يا ملائكتي إن عبدي فلان وإن أمتي فلانة قامت في جوف الليل وسوف أقسم الأرزاق ألطى واحد رزيق لكن ضاعف لها التمن يقول الأجرى هي هي لكن أكتر لها باركة الأجرى وافتح لها نوافد أخرى من الأرزاق فكتكون غد كتمشي كتقاس رزق ولا رزق ولا رزق كتقل الحمد لله ما عندك مشكلة للرزق لأن الرزق تجلى عليك بالعطاء واقس على ذلك عندك مشاكل مع الولدات مشاكل مع الزوجة مشاكل مع اللاهاء طريقة انك تحضر رأسك عند الرياح او طريقة كده اش من طريقة ستستعمل ما تستعملت طريقة استعمل طريقة دي المحبة والمودة والرحمة في الله تعالى وخلي مولا دي تصرف سير قل صبار وقل ما تددك الخير وقل الله سامح وقل ما شفت ماريت غير سير يطلقها وخليها ربنا عز وجل لا يستحي منك ويقول يا ملائكتي عبدي فلان او امتي فلان متحب يا امتي اجعلوا كل من حوله يحبونه اجعلوا كل من حوله يخدمونه اجعلوا كل من حوله طوع بنانه يا سبحان الله فتجدوا بان الكل يتغير الزوج لكن عندك قاصح سبحان الله العظيم كيوضع الله في قلبه المحبة والمودة وكيش عندك يقول لك احمد الله واشكره اعطاني اجمل وانبل زوجة في الوجود ويبقى دائما يتني عليك خيرا ودائما يقول لك اعطيني البوم صور ايام زمان تفكروا الايام الجميلة وكلما دخل الى البيت لا يدخلوا خالي الوفاد دائما بهدية اما ورود او شوكولاتة او اي هدية جميلة تسعد قلبك ربنا عز وجل يضع في قلبه رومانسية يضع في قلبه جود وكرم وخفة لكن عنيف كي جعل الله تعالى هادئ مطمئن وهكذا في الاولاد الاولاد لكن ثم صعوبة ربي كيهديهم يقول لكم ربي من عند ربي شحالة تقرأ المناهج التربوية باش تغير واحدة في العنيف او واحدة في المشاكس او واحد المراهق عدواني وخد تشبع تقرأ شحالة للمناهج وربي لبغى سبحانه وتعالى بدون سبب وهكذا دواليك اي حاجة بغتها الله سبحانه وتعالى غدي كرم الجميع سادة المستمعين اختنا ام ريان متعبة وهي تتصل من اقليم بوجدور وتلتمس منكم دعوة الخير احنا مجموعين لدعينا واحد دعوة للخير فان الدعوات تتصعد الى علياء السماء حتى تبلغ عرش الرحمن رأى الفاتحة ملك الدار كتصعد الى السماوات العلاء حتى تصل الى عرش الرحمن وتسجد لله ما شاء الله ان تسجد وتقول يا ربني انا فاتحة انا ممن دعوك عبادك لقضاء حاجة فلان ربنا عز وجل الذي قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان ملك القهد الالاف المؤلفة يدعون ويؤمنون يقولون امين الله تعالى يقول لأستجيبن لعبدي ولو بعد حين وكل من قال امين تقول يا ملائكتي اعطوه مثله وزيده كل من قال امين ارزقوه مثله وزيده فالله يجزيكم بخير وحد دعوة للخير ام ريان اللهم يا رب يا كريم انها امتك وهي من الصالحات نحتسبها عندك يا رب يا رحيم اللهم اشرح صدرها اللهم يسر امرها اللهم ارفع مقامها وبدل حزنها فرحا وسرورا اللهم شافها من كل داء وكل سقم واجمع شملها مع زوجها اللهم ارزقهما مودة ورحمة متجددة اللهم يا رب جعل زوجها من الصالحين من الابرار الاخيار المكرمين اللهم بلك في اولادها وبناتها يا رب انبتهم نباتا حسنا واحفظهم بالسبع المثان والقرآن العظيم اللهم ابليهم بالصلاة والعبادة والطاعة والسجود اللهم وفقها لقيم الليل وفقها للعبادة والاحسان اللهم يا رب جعلها من اهلك وخاصتك اجمع شملها اللهم ارفع مقامها وهيئ لها من امرها رشدا وارزقها رزقا حسنا واجعل حياتها طيبة سهلة ميسرة مطمئنة اللهم اجعلها من الذين انعمت عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعل بينها وبين الحزن والاكتئاب حجابا مستورة يا رب اجعل قلبها ينبض بالافراح والمسرات يا رب بحق قولك ألم نشرح لك صدرك اشرح صدرها للإيمان وللبر والتقوى واشرح صدرها للسعادة الأبدية اللهم كل من قال امين اللهم يا كريم ارزقه مثل ذلك وزياده قولوا معنا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم